اشتركوا في القناة ورح ينتقل للعذراء رح يكون في اغلب الوقت في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والاصلاح بين الشركاء وثبات الموظفين طبعا اول زاوية رح تكون هي تقريبا في اثناء الحلقة هي زاوية تقابل سلبية رح تكون بين القمر والمريخ رح تكون في تمام الساعة اربعة واربع دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر من اي مسعى منقوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا ممكن انه يثور ثورة عارمة من الغضب بعد هاي الزاوية مباشرة بصير خلو المسار يعني خلو المسار رح يستمر من تمام الساعة اربع واربع دقائق مساء حتى تمام الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هذا يعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار وبما انه القمر رح يستقر في العذراء الساعة خمسة وخمسة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش معناته تأثير القمر رح يكون على كافة الابراج منعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردي او شاردي بدون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر ان الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين او شرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عملي جديد طبعا في زوايا ولكن الزوايا هاي بتصير بعد حلقة الغد فرح نذكرها بعد الغد ان شاء الله بعد حلقة الغد القمر بما انه رح يكون في العذراء فاخلو المسار القادم رح يكون يوم اربعة خمسة رح يكون في تمام الساعة ثنتين واربعة وعشرين دقيقة صباحا ورح يستمر حتى تمام الساعة سبعة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها القمر لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر القمر المربع تسع ايام في تمام ساعة تسعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بصير عمره عشر ايام نسبة الاضاءة تقريبا خمسة وخمسين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى عشرين خمسة المزاج سعيد القمر في الاسد ورح ينتقل للعذراء حتى اربعة خمسة المزاج سعيد عطارد في الثور حتى يوم احداش خمسة المزاج ممتزج الزهرة في الجوزاء حتى ثلاثة خمسة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى ثلاثة خمسة مزاجه سعيد المشتري في الجدي حتى اربعة عشر خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى احداش خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى خمسة عشر ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه ممتزج نبتن في الحوت حتى يوم ثلاثة وعشرين ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتوف الجدي بيتراجع حتى أربعة عشرة مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل تظل الأمور العاطفية قوية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بدكوا تنتبهوا لصحتكم أكثر بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم لغاية ساعات الصباح الأمور بتكون جيدة ولكن بعد ساعات الصباح يعني شوي بصير فيه نوع من أنواع الاضطراب على المستوى النفسي والشخصي ممكن تكونوا عصبيين شوي أو تحتدوا شوي أو تشعروا ببعض التعب أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي برضو بيكون فيه اليوم نوع من أنواع التقلبات من المحتمل أن يكون فيه زيادة في المصاريف أو بعض المتطلبات أو المشتريات أو الاهتمامات في بعض الديون أو بعض الدفعات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف على المستوى البيت الثالث يعني الأمور يعني بيكون فيه نوع من أنواع التواصل وقدرة على الإقناع ولكن بيغلب عليكم نوع من أنواع العصبية أو نوع من أنواع التشتت الذهني اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع ففي ضغط على مستوى البيت ممكن يكون زيادة مصاريف أو مشتريات أو اهتمامات عائلية أو بعض سوء التفاهم اللي ممكن يكون ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس والبيت السادس فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع تقريبا منقدر نحكي أنه الوضع شوي روتيني رح يكون يعني في نوع من أنواع التقلبات ولكن أنه الأمور إجمالا روتينية على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فعلى المستوى المالي المشتركي خصوصا بيكون في بعض الحسابات أو الالتزامات أو الحديث المالي أو ممكن أنه يكون في بعضكم بتعمق في مسائل إلها علاقة بالغيبيات أو الروحانيات أو ممكن يكون عنده يعني أشياء اهتمامات دينية أما بالنسبة للبيت التاسع فالأمور جيدة لغاية ساعات الصباح ممكن يكون في بعض الاتصالات أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يهتم ببعض الشؤون القانونية أو بعض المسائل القانونية ولكن على مستوى الامتحانات اللي عنده امتحان بده يدرس وبده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة شوي بتكديروا بالك اليوم حاولوا أنكم تعملوا أي خلاف ما بينكم بين زملائكم بالعمل أو رواسائكم بالعمل وحاولوا تنجزوا الأعمال الضرورية أما بالنسبة لبيتك 11 فيعني الأمور تقريبا بدنا نحكي إنها جيدة ولكن برضو ممكن إنه يكون في بعض المشاحنات أو الخلافات أو ممكن خبر بيجيكوا عن صديق أو عن معرفة أما بالنسبة لبيت المتاعب فبيتراكم العمل عندكم بدكوا تحذروا وديروا بالكوا يعني أو بدكوا تهتموا لشؤونك الصحية والأمر الصحي لأنه ممكن يظهر بعض التعب أو بعض التوعكات الصحية برج الثور اتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مساكنكم خصوصا لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وبتطمئن خواطركم وممكن يكون في بعض الرومانسيات وخصوصا من ساعات الصباح أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف لغاية ساعات الصباح بتظل الأمور متقلبة على المستوى النفسي ولكن تشعروا بالطمأنينة من ساعات الصباح وبيبدأ نوع من أنواع الارتياح يعني عندكم ومتكونوا مشحونين بالطاقة أما بالنسبة للبيت الثاني الأمور برضو بتكون يعني في بعض الأمور الصعبة لغاية ساعات الصباح ممكن بعض المتطلبات المالية أو المصاريف ولكن بعد ساعات الصباح بتلوح الفرصة لمكسب مالي إما بيجي من عمل إضافي أو استرداد لبعض المستحقات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات وفي منكم ممكن يهتم بنقاش معين أو لعملية تسويق وبتنشطوا بالحركة من ساعات الصباح وبرضو اللي عندهم امتحان أو عندهم مقابلة خلال هذا النهار بيبدعوا بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فهم مثل ما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس هو جيد بتقدروا تنجزوا الأعمال المهمة والضرورية ولكن برضو لغاية ساعات الصباح بتكو تراقبوا وضعك الصحي بعد ساعات الصباح بتصور الأمور أفضل وبتصير مطمئن البل أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى الشراكة المالية والعاطفية بتكو تنتبهوا من بعض الحدية أو الخلافات أو سوء التفاهم اللي ممكن يصير ما بينك وبين أزواجكم وخصوصا في ساعات الظاهرة أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد على مستوى الأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة فهي ممكن أنك تحصل بعض الأموال اللي بتعود لك أو بعض المستحقات أو شكات أو ممكن أنك تجد شيء كنت فاقده من فترة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو حتى معاملات دراسية أو حتى على مستوى أشياء إلها علاقة بتفقد بعض الأشخاص خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة ولكن بتكون تحذروا ممكن يصير فيه خلاف ما بينك وبين زميل بالعمل أو رئيس بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأمور شوي بكون فيها نوع من أنواع القلق على أحد الأفراد اللي أنتو بتعرفوهم أو ممكن تعامل مع صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فمنحكي أنه تقريبا هو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي وبتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة برج الجوزاء اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وخصوصا لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ عطل منزلي أو حدث عائلي أو بعض النقاشات العائلية اللي ممكن بعضها يكون فيه نوع من أنواع الحدية أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على المستوى النفسي صحيح أنه فيه تقلبات بتصير بعد ساعات الصباح ولكن إجمالا أنت مشحون بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني يعني فيه فرص بتلوح لبعض الأمور المالية أو حسابات مالية أو ممكن بعض الأرباح اللي ممكن تجيك من عمل إضافي وفيه منكم ممكن يسترد أموال لإلوه ولكن بتكثر عندكم المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى الاتصالات مثل ما حكينا لغاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بتكون تركزه بشكل جيد اللي عنده امتحان بده يدرس واللي عنده تحركات بسيارة بده يهتم على الطرقات أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس إجمالا الأمور يعني هادية على المستوى العاطفي فمنكم ممكن أنه اليوم يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينه وبين الحبيب أو يحل مسألة عاطفية أما بالنسبة للبيت السادس فالأمور جيدة على مستوى العمل إلا أنه ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأمور جيدة على مستوى بيت الشراكة وهي تفتح لك مجالات جيدة للتقارب أو لحل مشكلة معينة في منكم ممكن يصير في فتح موضوع قديم أو سوء تفاهم على مسألة معينة ولكنها بتنضي على خير أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأمور على مستوى الأموال المشتركة يعني ممكن أنه تهتم ببعض الديون أو بعض المتطلبات المالية أو التحصيلات المالية وفي منكم ممكن يجد شيء كان فاقده إلى أيام أما بالنسبة للبيت التاسع يعني بفتح لك بعض المجالات للاتصالات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد ولكن برضو ممكن أنك تحتد في مسألة إلى علاقة بالتحركات أو بالسياقة يعني نوع من أنواع المغامرة بدك تدير بالك حاول أنك برضو تهتم بشؤونك النفسية وتشحن حالك بطاقة إيجابية خصوصا إذا كان في نوع من أنواع الاتصالات مع شركات أو مؤسسات تعليمية أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأمور على مستوى بيت السمعة فيها نوع من أنواع الضغط عشان هيك منقول لك إذا صار أي شيء اليوم يعني بيدفعك أنك تخالف القوانين حاول أنك تلتزم وما تخالف القوانين قدر الإمكان حاول تتعاون أنت وزملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل لإنجاز بعض الأعمال المهمة أما بالنسبة لبيتك 11 يعني الأمور تقريبا نحكي أنها جيدة على مستوى الأصدقاء إلا أنه ممكن يصير فيه تعاون أو اتصال أو بعض يعني تلجأ لاستشارة معينة لبعض الأصدقاء وفيه منكم ممكن يقلق على صحة أو وضع صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فبتقدروا اليوم تنجزوا بعض الأعمال المهمة ولكن برضو بدك تحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وتهتم لصحتك برج السرطان اتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة حتى ساعات الصباح وبدكوا تنتبهوا على ميزانيتكم من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات أو بالتحركات اللي عنده امتحان بده يدرس ويركز بشكل جيد وبدكوا تكونوا أكثر وعي على الطرقات أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور تقريبا جيد اليوم أنتم مشحونين بطاقة جيدة نفسيتكم مرتاحة أكثر في عندكم برضو اهتمام إما بالتجميل أو بأشياء إلها علاقة بالمظهر أما بالنسبة للبيت الثاني والبيت الثالث فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع هو جيد على مستوى العلاقات العائلية أو المسائل العائلية والبيتية ممكن تهتموا اليوم في بعض المسائل اللي إلها علاقة بترتيبات أو التزامات منزلية أو إصلاح أشياء ممكن يكون فيها بعض الأعطال وفيه نوع من أنواع التعامل رح يكون مع العائلة يعني ممكن رأيك يكون بعمل نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي من ساعات الصباح تتأجج عندك العواطف أكثر ومنكم ممكن أنه يحن لصديق أو يتذكر شيء بعلاقة قديمة أو ممكن أنه يحاول يطمئن على صحة حبيب أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم متقلب على مستوى العمل فعشان هيك ممكن يتراكم بعض الأعمال عندكم وممكن بعضكم يصير عنده نوع من أنواع الحدية بالتعامل مع زميل وبرضه بتكون تنتبهوا لوضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما على مستوى بيت الشراكة الشراكة المالية والعاطفية فبتتعاملوا مع الأزواج على حسب طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تطرأ بعض الالتزامات أو بعض الدفعات أو الاهتمامات المالية خلال هذا النهار وفي منكم ممكن يهتم إما بسلفة أو بقرض أو بأمور من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع فبتكونوا تديروا ببالك أثناء التواصل أو الاتصالات الخارجية ممكن تحتدوا بسبب خبر ممكن يجيكم من الخارج وفي منكم ممكن إذا كان عنده قضية أو كان عنده أوراق قانونية ممكن يهمل فيها وتكون الأمور مش لصالحه اللي عنده امتحان أو دراسة على المستوى الجامعي بده يدرس ويركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة وممكن اليوم تنجزوا بعض الأعمال بالتعاون مع الزميل أو رئيسكم بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الأمور تقريبا فيها نوع من أنواع الإضطراب بسبب خبر إما بتعلق بصديق أو بشأن صحي بتعلق بصديق أو ممكن تعاون بينك وبين صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد اليوم تقدر تنجز بعض الأعمال المهمة وفي منكم ممكن يهتم بشأن صحي أو في أمور إلها علاقة بالمكملات الغذائية برج الأسد طبعا أنتم مشحونين بطاقة عالية جدا ونشطين خلال هذا النهار واصلوا عمل بدأتهم فيه من قبل وما تبادروا لأي عمل جديد لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة طبعا القمر موجود في البيت الأول وفي البيت الثاني أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور اللي على مستوى التحركات والنشاط اليوم يعني بيكون روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن بغلب عليكم نوع من أنواع العصبية أو الحدية في الطبع حاولوا أنكم تمسكوا عصابكم قدر الإمكان واللي بتنقلوا بالسيارات بدهم ينتبهوا أثناء القيادة حاولوا ما تعصبوا أثناء النقاشات أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور تقريبا يعني جيدة على مستوى البيت في نوع من أنواع التعاون أو التواصل ما بينكو بين أفراد العائلة وهذا الإشي بترك انطباع جيد ونفسيا أحسن أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف على المستوى البيت العاطفي يعني في نوع من أنواع التقلب بالمزاج لغاية ساعات الظهر ومن ساعات الظهر بتتحسن الأمور بشكل جيد بصير في نوع من أنواع التعاون أو الاتصال أو التواصل ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس يعني بتقدروا تنجزوا الأعمال الضرورية خلال هذا النهار ممكن تهتموا لبعض الأعمال بالتعاون مع زملاء أو رؤساكو بالعمل وفيه منكم ممكن يهتم لأشيه إشيه له علاقة بالعمل تطوير أو بحث في مسألة جديدة أو تجديد في العمل وفيه منكم ممكن يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة شوي بتقديروا بالكم من الحدية والعصبية أثناء التعامل مع الأزواج وسوء التفاهم حاولوا قدر الإمكان ما تعصبوا وخلوا في نقطة تلاقي ما بينكم بينهم أما بالنسبة للبيت الثامن فيعني الأمور تقريبا منقدر نحكي جيدة على مستوى الأمور المالية إلا أنه ممكن يظهر بعض المصاريف أو الالتزامات المالية وحاولوا أنكم تديروا بالكم على مقتنعياتكم من السرقة أو الضياع أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو بعض المسائل الفكرية أو العلمية أما بالنسبة لبيتك العاشر فيعني بيت السمعة شوي متقلب خلال هذا النهار فمنقول لك دير بالك أنك تخالف القوانين أو تدخل بأي شيء مشبوه وحاول أنك تركز بشكل جيد وما تتأخر عن دوامك في العمل أما بالنسبة لبيتك 11 على مستوى العلاقات العامة برضو في نوع من أنواع التقابل اليوم ما بينك وبين بعض الأشخاص ممكن اتصالات وممكن دعوة لحضور مناسبة مثلا أو لعزومة إفطار أو لتلاقي أو تقابل وفي منكم ممكن يهتم بشاء صديق أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأمور متقلبة عشان هيك بنقول لكم انجزوا العمال الضرورية والمهمة حاول تراقب وضعك الصحي وحاول تأخذ قصد كافي من الراحة برج العذراء طبعا كل التعب اللي انتو بتشعروا فيه أو التراجع هذا اللي كان في الصحة وبعض التقلبات النفسية اللي كانت خلال الأيام الماضية مع اقتراب ساعات الصباح يعني بتمتلقوا بعض الشيء بنشاط وحيوية بتقلب بعض الخيارات أو التوجهات لا تناسب وضعك الحالي بتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك برضو وفي منكم رح يهتم بأمور إلها بالطابع النفسي أو الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور جيدة خلال هذا النهار يعني ممكن تفتح لك بعض المجالات اللي إلها علاقة بالأمور المالية ولكن بدك تدير بالك من المصاريف لزيادة أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى التحركات والنشاط اليوم بدك تدير بالك من العصبية وبرضو بدك تنتبه أثناء القيادة من الحوادث أو من المغامرات الغير مدروسة واللي عنده امتحان بده يدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت إجمالا يعني بتكون في بعض الحدية في الطباع أو العصبية أو ممكن تتفشش في مسألة معينة حاول أنك تمسك أعصابك قدر الإمكان وما توجه انتقاد لأي أفراد العائلة عشان ما تصير مشكلة في منك راح يهتم ببعض المسائل البيتية مثل تصليحات أو ترتيبات أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الخامس يعني الأمور تقريبا على المستوى العاطفي يعني تقريبا بتستقر مع ساعات الصباح وممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأحبة أو الأثمينان على حاله أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال وممكن برضو تهتم بشاء صحي أما بالنسبة للبيت السابع بيت الشراك المالي والعاطفية هو روتيني بتتعامل على حسب طبيعتك أما بالنسبة للبيت الثامن ممكن تظهر بعض المستجدات المالية لبعض الدفعات أو الترتيبات وممكن تكون هاي لمؤسسات حكومية أو لا بنك أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة وممكن تسمع خبر جيد من الخارج وفيه منك ورح يهتم ببعض المسائل القانونية أو المعاملات القانونية اللي إذا قصر فيها بتكون ضده أما بالنسبة للبيت العاشر فشايف الأمور على المستوى يعني هذا بيت الشخصية أو بيت السمعة يعني شوي بدك أنت تلتزم الهدوء ما تحاول أنك تعصب ولا تعمل خلاف ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل وإنجز الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة لبيتك 11 فيعني الأمور تقريبا منقدر نحكي أنها مستقرة بيت الأصدقاء فممكن اليوم إما أنه يتصل فيك صديق للإتمانان عليك أو يتوجه لك دعوة أما بالنسبة لبيت متاعبك فمنقول لك إنجز الأعمال الضرورية والمهمة ممكن تراقب وضع صحي أو تهتم في مسألة إلها علاقة بالعلاج أو بالأدوية برج الميزان طبعا اليوم متقلب عندكم رح يكون لغاية ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا ممكن انتصالات مع أصدقاء أو تفقد أصدقاء أو تواصل معاهم ولكن من ساعات الصباح بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنه بالفترة هاي ما تعمل أي شيء مهم ما توقع على عقد وما تحسم أمر إلا أنه الفترة هاي سلبية وفارغة من الطاقة والحظ لغاية ما يوصل القمر لا عندكم أما بالنسبة للبيت الأول فهو بيعمل تقلب بالمزاج خلال هذا النهار فبعضكم رح يشعر أنه في عنده نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو ما في طاقة أنه يقدر ينجز بعض الأعمال يحاول أنه يأخذ قسط من الراحة أما بالنسبة للبيت الثاني فشايف الأمور على المستوى يعني المالي شوي متقلبي خلال هذا النهار وممكن اللي بوعدك بشيء ما يوفي معاك وممكن تكثر عندك بعض المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يدرس بشكل جيد وما يعتمد على الحظوظ وبدكوا تنتبهوا أثناء تنقلاتكم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني شيئا ما الأمور بتكون جيدة أو فيها نوع من أنواع الاستقرار فيه منكو رح يعمل يعني نوع من أنواع التقارب ما بينه بين أفراد العائلة وفيه منكو رح يهتم بشأن منزلي أما بالنسبة للبيت الخامس فهو ضاغط على المستوى العاطفي بيسبب لك نوع من أنواع التوترات أو ردات الفعل العصبية اللي ممكن تخلق بعض المشاكل أو المشاحنات بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس فمنقول حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وما تخليها تتراكم وفيه منكو رح يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكة شوي الأمور منقدر نحكي روتينية ولكن في ساعات الظهر ممكن يحدث أمر أو نوع يخليك تعصب بتصرف الشريك اللي هو الزوج يخليك شوي هيك تحتد في طباعك ويردك يكون غير مناسب أما بالنسبة للبيت الثامن بدك تنتبه للمصاريف لزيادة أو بعض التراكمات الديون أو تقصيرك في سداد بعض الأموال أو ممكن أنه يصير مطالبات عليك في مبلغ معين أما بالنسبة للبيت التاسع فيعني تقريبا منقدر نحكي الأمور جيدة عن مستوى الاتصالات البعيدة لغاية ساعات الصباح ولكن اللي عنده امتحان أو عنده تنقلات بده ينتبه في ساعات ما بعد الصباح لغاية المساء وبده يحذر أثناء اتصالاته الخارجية واللي عنده امتحان جامعي أو مقابلي أو مناقشة بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى العمل بتقدر تنجز بعض الأعمال المهمة بالتعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 وبيتك 12 كما ذكرناهم في بداية التوقعات برج العقرب طبعا بتكوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير في عندكم نشاط غير طبيعي في الاتصالات خصوصا مع الأصدقاء أو مع المعارف ومنكم ممكن يشارك يا في حفلة يا في مناسبة سعيدة يا يتوجه له دعوة لا إفطار أو لا تقابل أو لا شيء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الأول فعلى المستوى النفسي الأمور جيد اليوم يعود بتلاقي أنه فيه نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين نفسك أو التصالح وممكن تشحن حالك بالطاقة بأي وقت إما في ساعات الظهر ممكن هيك شوي تضطرب أو تعصب من مسألة معينة ولكن تجاوزها بتلاقي الأمور بتمشي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي يعني مصاريف دفعات التزامات اهتمامات مالية كثير موجودة يعني نقول أنه فيه فرص مالية للقلة القليلة ممكن هي تحصيل راتب أو بعض المستحقات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم عندكم نشاط عالي جدا بالحركة وممكن أنه اليوم يصير فيه نوع من أنواع يعني الاهتمام إما بالسيارات أو بالتنقلات أو بالاتصالات أو اللي عنده امتحان اليوم بنجز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت فيه ضغط عالي جدا ممكن هي اهتمامات منزلية أو اهتمام ببعض الأعطال أو ترتيبات أو التزامات عائلية وفي منكم ممكن يدخل بخلاف أو حدية بالطباع بسبب تصرف أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فعلى المستوى العاطفي من ساعات الصباح تقريبا بتنشحن بطاقة كبيرة وبصير فيه عندك رغبة للتواصل مع الأحباء أو لتفقدهم أو للاهتمام بوضعهم أما بالنسبة للبيت السادس فإجمالا الأمور متقلبي خلال هذا النهار يعني في وقت بتقدر تنجز بعض الأعمال في وقت ممكن يتراكم عندك بعض الأعمال يعني على حسب نشاطك وعلى حسب حركتك بتقدر تهتم في هاي الأمور ولكن بدك تراعي وضعك الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو تقريبا روتيني على مستوى الأمور الشراكي خصوصا ما بين الأزواج إلا أنه ممكن في ساعات الظهر بس هيك يظهر موقف معين يخليك تحتد يحاول أنك تتجاوز الفترة هاي بتكون الأمور جيدة أما على مستوى البيت الثامن فهو بزيد الالتزامات أو الدفعات أو الاهتمامات في بعض الديون أو إشيء العلاقة بجمعيات أو أشياء من هذا القبيل كلها هاي ممكن تظهر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فهي جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وفي منكم ممكن يسمع خبر جيد وفي منكم اللي عنده امتحان أو عنده مناقش اليوم يحاول أنه ما يعتمد كثير على الحضوظ يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر يعني والبيت 11 كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا اليوم وما تندفع وما تتهور في قراراتك برج القوس اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بده يطور عمله أو بده يعمل نوع من أنواع التعامل ما بينه بين زميل بالعمل أو رئيسه بالعمل لا حل مشكلة بالعمل برضو يوم جيد اتجنب الخلافات واسعى لتلطيف الأجواء أما بالنسبة للبيت الأول فاليوم نفسيتك وطاقتك جيد جدا ومشحون بطاقة إيجابية تقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا النهار وممكن تهتم إما بشأن تجميلي أو أمور إلها علاقة باللبس أو الهندم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي ممكن اليوم يعني يتاح لك فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي وفي منكم ممكن يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة إما بتحصيل أموال أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بمنحة بهدية بشغلة من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث بتكن تنتبهوا اليوم اللي عنده امتحان أو عنده دراسة بده يدرس ويستعد بشكل جيد أثناء تنقلاتكم بتكن تنتبهوا من الحوادث وبرضو بدك تهتم بأسلوب النقاش تاعك ممكن اليوم يكون حاد شوي أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني تماما على مستوى البيت ما في إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل على مستوى البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على مستوى العواطف فممكن اليوم إما أنك أنت تبادر للاتصال بالحبيب أو الاتمينان عليه أو حتى تعمل نوع من أنواع التراجع عن قرار التخطو لأجل أنك تعمل تقابل أو تقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة لبيتك السادس فهو متقلب على مستوى بيت العمل فممكن اليوم أنه تتكاسل في بعض الأمور العملية أو ممكن أنك تهتم بشأن صحي لا إلك أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراكي إجمالا الأمور جيدة ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الزوج أو الزوجة ممكن تحلوا مشكلة معينة أو ممكن تتناقشوا في مسألة بتتعلق فيكم بس ديروا بالكم من العصبية أما بالنسبة للبيت الثامن الاهتمامات بالدفعات والقروض والالتزامات المالية ممكن تظهر عند البعض اليوم ولكن إجمالا هو للأغلب روتيني لا فيه لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت التاسع والبيت العاشر كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني ممكن يعطيك شوية مجالات للتواصل مع بعض الأصدقاء أو الإطمئنان عليهم أو ممكن يصير في نوع من أنواع التعاون أو الزيارات أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأمور على مستوى بيت المتاعب شوي بتكون ضغطة عليك في غاية ساعات الصباح ولكن بعد ساعات الصباح بتصير إيجابية ممكن تنجزوا بعض الأعمال الضرورية أو تهتموا بصحتكم أو ممكن بعض الأدوية أو مراجعة طبيب برج الجدي اليوم بتكتتفحصوا حساباتكم المالية وبتكتتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو بالاتصالات البعيدة أهم شيء تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء القيادة السيارة ما بين المدن واللي عنده امتحان أو عنده مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف اليوم طاقتك تقريبا من الصباح بتنشحن بطاقة إيجابية عالية جدا بتقدر اليوم تنجز كثير من المهام أو المعاملات وبرضو بتكون سعيد ومبسوط أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية اليوم برضو مقلقة يعني ممكن تهتم ببعض الدفعات أو الالتزامات المالية أو شاء مالي معين وفي منكو ممكن تكثر عنده المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا نقولك أنه اليوم متقلب الوضع عندك بين إيجابي وبين سلبي فعشان هيك يحاول اللي عنده امتحان اليوم بده ينتبه بشكل جيد ويدرس ويستعد ما يدخل على الامتحان معتمد على الحظ اللي عنده مناقشة أو مقابلة يبعد عن العصبية ويركز بشكل جيد أموره بتصير ممتازة أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن تظهر بعض الخلافات في ساعات الظهر ولكن تقريبا الأمور إيجابية بتقدر تتجاوزها في منكو ممكن يهتم بشأن بيتي أو عائلي أو بعض التصليحات أو المشتريات لالتزمات البيتية أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي فبيدعمك من ساعات الصباح للتواصل مع الحبيب أو للإطمئنان عليه وفي منكم ممكن يسمع خبر إيجابي وجيد أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد على مستوى بيت العمل تقدر تنجز بعض الأعمال المطلوبة منكم أو تهتموا في بعض الأعمال أو تطويرها أو ممكن تهتموا بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايفه روتيني تماما على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي وما بين الأزواج فبتتعاملوا على حسب طبيعتكم وعلى حسب طبيعة أزواجكم أما بالنسبة للبيت الثامن والبيت التاسع كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني بيت السمعة إجمالا تقريبا جيد تقدر تنجزوا الأعمال الضرورية والمهمة بالتعاون مع زميل أو مع رئيسكو بالعمل أو فيه منك ورح يهتم بشأن بتعلقوا بسمعته أما بالنسبة لبيت الأصدقاء وبيت المعارف اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو إشي يعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين صديق أو معرفة أو ممكن استشارة في مسألة معينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو جيد برضو على مستوى بيت المتاعب لغاية ساعات الصبح ولكن بعد الصباح بتصير فيه نوع من أنواع للاضطرابات عندك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وحاول أنك تهتم بصحتك بشكل جيد وما تغامر بشيء أنت مش مستعد له برج الدلو بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة ما تلزموا أو تلتزموا اتجاه الطرف الآخر بدون ما تكونوا أنتوا يد الالتزام طبعا هذا لغاية ساعات الصباح بعد ساعات الصباح بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجز الواجبات بدقة حتى لو كثرت حاول تنفيذها دون تردد وما تلتهي بالأمور الثانوية أما بالنسبة للبيت الأول فمنلاقي أنه في تقلب اليوم عندك لغاية ساعات الصباح بتكون مضغوط أو عندك نوع من أنواع الحدية أو فقدان للطاقة ولكن بعد ساعات الصباح بتلاقي حالك انشحنت شوي بطاقة إيجابية بتدعم من وضعك وبرضو بتقدر تنجز كثير من المهام أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي شوي فيه نوع من أنواع التقلبات أو الاهتمامات المالية ممكن التزامات أو مصاريف أو دفعات وفيه منك قل قليل ممكن يحصلوا على بعض الأمور المالية اللي بتيجي يا من عمل إضافي يا نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فهي جيدة على مستوى الاتصالات والمواصلات ولكن فيه نوع من أنواع الحدية ممكن تغلب عليك خلال هذا النهار حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية بدون عصبية اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة أو مناقشة بده يستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت فيه نوع من أنواع التوتر بين أفراد العائلة أو اهتمامات بأعطال أو صيانات أو ترتيبات منزلية وفيه منك رح ينجز منها أشياء كثيرة حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس يعني الوضع العاطفي إجمالا متقلب خلال هذا النهار فحاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية عشان يصير فيه تقارب عاطفي ما تسبب يعني ما تخلي العصبية أنها تضغط عليك وتعمل نوع من أنواع الخلافات ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس على مستوى بيت العمل يعني ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة اليوم بالتعاون مع زميل أو رئيسك بالعمل أو مع أحد الأفراد وفي منك ممكن يهتم بشأن صحي أما بالنسبة للبيت السابع يعني والبيت الثامن كما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع يعني في بعض الاتصالات الخارجية مش كثير رح تكون ولكن اللي عنده امتحان جامعي أو عنده اهتمام بالتنقلات والاتصالات بده ينتبه بده يوقظ حذره وبإذا امتحانات بده يدرس بشكل جيد في منك رح يهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة يعني ساعات الصباح لغاية ساعات الصباح لأمور جيدة ولكن بعد ساعات الصباح حاول أنك ما تخوض في أي مسألة ممكن يكون فيها مخالفة قانونية أو إشي يشوه سمعتك أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء والمعارف فهو روتيني تماما ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل أو الاتصال في بعض الأصدقاء إما لتفقدهم أو للإطمئنان عليهم ولكن ما في أي شيء خطر أما بالنسبة لبيت متاعبك فهو جيد بيشحنك بطاقة إيجابية ممكن تنجز بعض الأعمال المهمة اليوم وفي منك رح يهتم بشأن صحي أو أدوية أو أدوية شهرية أو أشياء من هذا القبيل برج الحوت واصلوا عملكم السابق وانتبهوا لصحتكم أما في ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكتكم كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم أو وجهة نظر الطرف الآخر اللي هو الشريك وحاذر من الخلافات وما تضخم الأمور كثير طبعا القمر الآن بده ينتقل مقابلك تماما فعشان هيك بتكون طاقتك ضعيفة خلال هذا اليوم عن مستوى البيت الأول حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم برضو لأي استفزازات خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني يعني ممكن اليوم يصير عليك بعض المتطلبات المالية أو المصاريف أو الالتزامات وفي منكم ممكن أنه يكون عنده اهتمامات مالية أو مشتريات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور برضو اللي عنده امتحان أو عنده مقابلي خلال هذا النهار أو تنقلات بده ينتبه وما يعتمد على الحظ وبده يدرس ويستعد بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع تقريبا في نوع من أنواع الضغط أو سوء التفاهم على مستوى البيت هذا بشكل نوع من أنواع العصبية ممكن بعض الأعطال أو الاهتمام ببعض الالتزامات العائلية وممكن خلاف ما بينه وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهو جيد على المستوى العاطفي يعني شوي بشحنك بطاقة إيجابية خلال هذا النهار وخصوصا من ساعات الصباح بتلاقي عواطفك صارت جياشة وممكن يصير فيه تقارب ما بينك وبين الحبيب أما بالنسبة للبيت السادس والبيت السابع فكما ذكرناهم في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأمور المالية أو الالتزامات المالية أو الدفعات المالية أو الاستحقاقات المالية هاي اللي بتأخذ اهتمامك خلال هذا النهار أما فرص لجلب المال فالوضع ضعيف أو لا قلة منكو على حسب طالعه أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والاهتمام بأشخاص خارج البلاد أو في منكو اللي عنده امتحان أو مقابل اليوم بنجز بشكل جيد أهم إشي أنه اللي عنده أوراق قانونية أو معاملات قانونية بده يستعد بشكل جيد لا إلها أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد مشحون بطاقة كبيرة وهذا الإشي بيخليك تحافظ على سمعتك أهم إشي أنك ما تجازف وما تغامر بأمور مشبوهة وممكن يصير فيه نوع من أنواع التعامل ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أحد الأصدقاء إلا أنه ممكن بعضكم يعني يحتد بسبب فضول صديق أو أنه صديق بحاول يفرض رأيه عليه ممكن يستفزوا بهذا الباب ما يتجاوب مع هاي المسألة بتمشي الأمور جيدة أما بالنسبة لبيتك 12 بل أمور تقريبا منقدر نحكي جيدة على المستوى بيت المتاعب وممكن اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة وفي منك رح يأخذ قسط كافي من الراحة خلال هذا النهار أو أنه يكون عنده رغبة بأنه يعني يرتاح وفي منك رح يهتم ببعض الأمور اللي يلحى علاقة إما بالأعشاب أو بالمكملات الغذائية أو بأدويته الشهرية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء